السلام عليكم اليوم إن شاء الله رح نبدأ نتكلم عن نوع جديد من الكونتينرز أو الحاويات اللي هو الكونتينر فيو لكن بداية قبل ما نبدأ نتكلم عن درس اليوم رح نستذكر سوياً الموضوعين أو النوعين السابقة اللي أخذناها من الكونتينرز اللي هي النافجيشن كنترولر والتاب بار كنترولر ذكرنا في النافجيشن لما أخذناه أنه عبارة عن كنتينر أو حاوية وهذا الكونتينر يأخذ حدود شاشة الجهاز كامل سواء كان الآيفون أو الآيباد الكنتينر هذا يحتوي في الأعلى أو الجزء العلوي منه على النافيقائشن آيتم بمكونات سواء كان تايتل أو إميجز أو بوتونز أو غيرها وفي الجزء الأسفل منه الفيو اللي بعرض أنا فيه الواجهة للمستخدم فالمستخدم في النافيقائشن كنترولر يرى الواجهة اللي مثل ما احنا شايفينها الآن الواجهة رقم واحد لو سوى نافيقائت من هذه الواجهة إلى واجهة ثانية الواجهة الثانية اللي هي الواجهة رقم اثنين راح تنعرض للمستخدم فوق الواجهة الأولى و تمشيّن فذلك فعمğlu إحن response دفاعات المنّة التي ت erreicht بواertainة أصبحت مادة و latitude إن آخرين لمشนها نضار العملية ثالثة مثال إنه مرةة من المطلوبات على التطاق حيث تبدأ على خطوات الجماد الواجهة الأفضل بت 약간 كففات التطاق في تطاق المجد في النزام في أنه إحضата المنز lol الكنتينر هذا أيضاً يأخذ حدود شاشة جهاز الآيفون أو الآيباد كاملة فجزء السفلي من هذا التاب بار عندنا التاب بار ايتمز أو شريط العناصر اللي أنا من خلاله أحدد الواجهة التي تعرض للمستخدم لو ضغط على أي عنصر من هذه العناصر رح يرى عنده الواجهة المرتبطة بهذا العنصر والواجهات الأخرى يقدر يتنقل لها بناء على العنصر اللي يمسوي سيليكت عليه درس اليوم رح يكون عن الكنتينر فيو الكنتينر فيو في النهاية هو كنتينر مثلاً مثل النافجيشن أو التاب بار رح يحتوي على واجهة في الأخير لكن في الاختلاف عندنا في الكنتينر فيو أني أنا أقدر أتحكم في هذه الكنتينر نفسها أو الحاوية أقدر أتحكم في العرض في الارتفاع الخاص فيها المكان اللي أنا أعرضها فيه طبعاً ما رح تعرض على حدود شاشة الجهاز كامل لا رح تعرض في داخل واجهة كيف يعني في داخل واجهة يعني لنفترض عندنا هذه الواجهة رقم واحد اللي هي مثلاً مثل الواجهة اللي تنشئ معانا لما ننشئ مشروع جديد على الإكس كود واجهة فارغة ما فيها أي شيء فأنا رح أسحب من اللايبريري مثل ما أسحب بوتن أو إيميج أو أي أن كان أبجيكت من اللايبريري أسحبه رح أسحب شيء اسمه كنتينر فيو الكنتينر فيو أكيد ما هو ظاهر للمستخدم مثل مثل التاب بار أو النافجيشن لكن في داخل الكنتينر فيو رح يكون عندي بشكل مباشر مجرد ما أسحب الكنتينر رح تسحب معاي واجهة بنفس أبعاد الكنتينر هذا وهي اللي رح تنعرض للمستخدم يعني المستخدم إذا عنده الواجهة رقم واحد وأنا حاط فيها كنتينر مرتبط بواجهة فالمستخدم رح يرى الواجهة رقم واحد ورح يرى أيضاً الواجهة رقم اثنين هذي اللي باللون الأخضر بأبعادها الصغيرة هذي طبع الكلام النظري ممكن ما يوصل الصورة بشكل سليم لذلك خلونا نروح على تطبيق عمليك العادة على الإكس كود ونقول بسم الله مافي إلا هذه الواجهة الفارغة فقط اللي أنا رح أسويه الان رح سأقبكم Command Shift L ورح أبحث من concentration أو من علامة البلس اللي في الأعلى عن containers view هذا لو prophetsبيحة تواحدة اولا ما أسحب على الواجهة الفارغة شاهد اشي ما ينضاف مع الكونتينر في نفس الوقت لاحظ اولا ما تركت اصبعي على ال� zijn touchpad أو الموس رح نضاف معك بنفس الأبعاد الخاصة من الكونتينر واجهة فارغة هذه المكان 가운데laration هذه الواجهة التي عندي التي يستمر إبنوذ 23 جدا لكن هذه أبعادها صغيرة لإنها ستنعرض في داخل container view لو أنا غيرت أبعاد الامتين collaboration مثلا زدت الارتفاع لاحظ زائد ارتفاعها لو زدت العرض الخاص بالكان زائد العرض الخاص بالواجهة هذه الواجهة تأخذ نفس هذا الأبعاد لإنها تنعرض في داخل هذا الامتين فهي محتاجة أن تكون بنفس أبعاد الامتين الآن لنفترض أنه الواجهة الأولى عندي نعطي لها مثلاً background وباخغراوند مختلف للواجهة الثانية اللي رح تنعرض في داخل الكنتينر وخلونا كذلك نضيف من library label للواجهة الثانية هنا نسميه أو الواجهة اللي رح تنعرض في الكنتينر نقول مثلا hello from child vc الآن هذه الواجهة واجهة مثل مثل هذه الواجهة لكن أبعادها صغيرة بشببين هي رح تنعرض في الكنتينر بإمكاني أحط فيها label بإمكاني أحط فيها image photo buttons أي شيء أنا أقدر أضيف على أي واجهة اعتيادية بإمكاني أربطها كذلك بview controller بclass خاص فيها أسوي عمليات functions عليها الآن لو نشغل بس شاشة المحكاة ونشوف كيف رح يظهر معنا الشكل في الواجهة الأولى وعرض الواجهة الثانية بداخلها الآن زي ما نلاحظ هذه الواجهة الأولى والواجهة الثانية يعني أي اسم ممكن تسميه احنا نسميها child vc على أساس أنها واجهة مصغرة فالواجهة هذه الآن بداخل الكنتينر زي ما ذكرنا بإمكاني أحط أي شيء بداخلها هل بإمكاني طيب أضيف أكثر من كنتينر بداخل الواجهة الأولى؟ طبيعي جدا الآن command shift L ورح أضيف container view آخر في أسفل الواجهة وكالعادة أكيد أي كنتينر أضيفه رح ينضاف معه واجهة بنفس أبعاد هذا الكنتينر هذه الواجهة واجهة جديدة مختلفة فهل بإمكانك تضيف أكثر من container view على الواجهة اللي أنت موجود فيها طيب الآن هل بإمكاني أربط هذه الواجهة اللي هي مضمنة في النافجيشن مع واجهة أخرى يعني لو كان عندي مثلا command shift L خلونا نضيف view controller جديد على الstoryboard وهذا البي كنترولر رح أعطي إلى background مختلف الآن رح أسحب هذا الكنتينر أو خلونا نقول مثلا command C نسخ يعني command V لسق على الواجهة جديدة لسقط الكنتينر كان نسخ لسق ما رح تظهر معي الواجهة لازم أنا ايش أسوي عشان أربطه بالواجهة نفسها هذه كلك يمين عليه أو control من الكيبورد واضغط عليه واسحب إلى الواجهة نفسها ورح نختار خيار الimbed تمام رح نتكلم طبعا في دروس متقدمة إن شاء الله عن السقوي هذه وأنواعها واستخداماتها لكن الآن عشان يكون درسنا فقط عن الكنتينر view أنا إذا نسخ الكنتينر أحتاج أني أسحب على الواجهة واختار خيار الimbed إذا أضفت كإضافة جديدة من ال library على طول نضاف معه الواجهة اللي رح تنعرض فيه فالآن هذه الواجهة اللي مرتبطة بهذا الكنتينر هي نفسها مرتبطة بهذا الكنتينر فلو أنا مثلا في الواجهة الأولى خلونا نضيف بوتن عشان نتعرف على ليش أنا ممكن أحتاج الكنتينر أو استخدامات الكنتينر نعطي لها لون مثلا أبيض نعطي لها مثلا النص go to child vc تمام هذا الآن البوتن نزيد الخط بس شوي رح أسحب على الواجهة الثانية click main أو control وضغط عليه ونسحب إلى الواجهة الثانية ونختار show الآن حتى يعرض لي الواجهة الثانية الآن لو ضغطت على هذا البوتن رح يديني على هذه الواجهة خلونا الآن نشغل شاشة المحاكاة ونشوف كيف رح يظهر معنا شكل الواجهات المرتبطة بنفس الواجهة اللي مضمنة في الكنتينر view الآن هذه الواجهة الأولى لاحظ الكنتينر اللي في الأسفل اللي مرتبط بواجهة وهذا الكنتينر اللي في الأعلى هنا الآن هذا البوتن go to child vc ومفترض نحن نسميها بلاست child vc نحن اللي خبطنا هنا في الاسم خلونا نسميها مثلا go to second ui نحن نذهب من الواجهة الأولى إلى الواجهة الثانية الآن هذه الواجهة الأولى هذا الـ child vc اللي نعرض في داخل الكنتينر view لو ضغطت على هذا البوتن go to second ui الآن زي ما نلاحظ هذه الواجهة الثانية فيها نفس الكنتينر view بنفس الواجهة بنفس محتوائها فأنا بدل ما أكرر نفس الواجهة هذه في أكثر من مكان خلاص أنا أحطها في مكان واحد وأقدر أستدعي فقط الكنتينر view أنسخها إلى واجهة ثانية أو ثالثة أو رابعة ورح يعرض لنفس محتوى الواجهة المرتبطة بالكنتينر view رح نأخذ مثال عليها بس هذا بالنسبة للفراغ الموجود في الأعلى هذه خاصية عندي في الواجهة هي التيح للمستخدم ظهرت معنا في الـ iOS 13 تيح للمستخدم أنه لو حاب يرجع من الواجهة فيكون موضوع سهل عليه مجرد ما يسحبها للأسفل لو أنت حاب تعرض الواجهة بشكل كامل فأكليك على الواجهة ونأتي إلى خيار بدال الـ presentation عندنا في الـ attribute inspector من القائمة اللي على اليمين ونتم سوي كليك على الواجهة تروح للـ presentation وتغيرها من automatic إلى full screen الآن أصبحت الواجهة معروضة بشكل كامل الآن لو نشغل مرة ثانية simulator رح نلاحظ أنه مجرد ما ننتقل الواجهة الأولى إلى الثانية الواجهة الثانية معروضة بشكل كامل نرجع إلى حديثنا أو دعونا الآن go to second UI لاحظوا الآن بشكل كامل نرجع إلى حديثنا أو درسنا اليوم اللي هو container view ليش أنا أحتاجها أو ليش أنا ممكن أستخدم الـ container view الآن لي نفترض عندك في الواجهة الأولى مثلا هنا في الكنتينر أو في هذه الواجهة المرتبطة بالكنتينر مثلا قائمة القائمة هذه أنا ممكن أستخدمها في الواجهة الأولى في الواجهة الثانية فأنا ليش أروح أكرر نفس القائمة وأكتبها مرتين وأكتب لها كود مرتين وأكتب لها يعني أكرر العملية أكثر مرة لا خلاص رح أسوي لها واجهة مرتبطة بـ container view أو خلونا بلاش مثال القائمة خلونا نقول مثلا نحتاجها إحصائيات فأنا في الواجهة الرئيسية أعرض هذه الإحصائيات للمستخدم وأحتاج أني أعرضها في واجهة أخرى من فصلة فما رح أكرر نفس العملية خلاص هذه الواجهة هنا عندي أعرض فيها إحصائيات حطها في كنتينر في الرئيسية ونفس الكنتينر هنا سويتها وربطتها بنفس الواجهة فلو أروح للواجهة الثانية رح ألاقي أيضا نفس الإحصائيات جاهزة للعرض لأنه هذه أصلا واجهة مرتبطة بكلاس ومرتبطة بكل شيء فإذا أنا عندي محتوى معين يعني هحتاج أعرضه في داخل الواجهة ورح أحتاجه أيضا في واجهة ثانية فالكنتينر فيو جدا مناسب للعملية هذه فقط أنا رح أضعه في داخل الكنتينر فيو وأضعه في واجهة ثانية في داخل الكنتينر فيو بدون ما أعيد أي سطر من الكود أو أي عملية في الستوري بورد هذا بمفهوم البسيط له استخدمات أخرى لكن أنا ما أبغى أدخل في موضوع بشكل متقدم من البداية خلونا الآن نكتفي بهذا القدر من حديثنا عن الكنتينر فيو وبإذن الله لما نجي لدروس قدام يكون عندنا الخلفية في الكنتينر فيو في النافيقاشن في التاب بار في هذا رح نبدأ نتكلم عن مواضيع متداخلة مع بعض فالموضوع يصبح جدا أبسط بالنسبة لك ما رح نطيل أكثر في هذا الفيديو إلى هنا رح نوقف واستودعكم الله ونشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم